هناك عدة اجراءات اللي خصنا نديروه باش نحمي وراسنا من هاد الفيروس اولا هي نغسلوه يدينا مزيان بالما والصابون ولا بالمنظفات الكحولية ما نعقزوش اشاك فوا سالينا من شي حاجة كنديروها خصنا نغسلوه يدينا ما تشريوش لازانتيباكتغيان حتى تأكدو من الجودة ديالهم لانا لازانتيباكتغيان فيهم بزاب ديال الماركات وديال الانواع وماشي كلهم تيقتلو الفيروس تانيا تجنب الاتصال المباشر مع المارد الى كان ضروري خاصنا نتصلو مباشرة مع المارد نديرو الكمامات ديالنا نديرو القفازات البلاستيكية ونحاولو ما امكان نخليه واحد المتر او متر وانس بيننا وبين هاد المارد تغطية الفم قبل السعال او العطس الى ما عنديش كليناكس ولا ما عنديش الكمامة نقدر نسعال ولا نعطس ندير بحل هكدا نعطس في الكمة ديال الكبوت ديالي وهانا ما عطشتش بشي بلاسة وخليت فيها الافرازات ديالي تجنب لمس الفم والعينين والانف وجميع المناطق الحساسة بالنسبة للعين والانف والفم ومناطق الحساسة هادوت يتسمون العميكوز وهما واحد الموحيط اللي هو جيد جدا بالنسبة للميكروبات والفيروسات والبكتيريا تتعيش فيهم وموحيط يعني فاظوغابل بالنسبة له استخدام مطاهرة التنظيف خصوص ندار دائما ننفضوها ننضفوها بعضو ننضفو الحمامات نحلو الشراجم التهوية نصبنو الحوايج ديالنا بالماء سخون نعرضو هاد الحوايج هادو الحرارة والاشيعات الشمس لان الفيروس ما كيعيش في حرارة مرتفعة كيترتق مني كتكون درجة الحرارة اكتر من 26 ولا من 27 الاكتر من السوائل سواء السوائل الباردة او الساخنة وانا كنفضل الساخنة لانك قلت لكم خصنا نرفعه من درجة حرارة الجسم لان الفيروس كيهرب ولا كيموت في الحرارة هاد السوائل يمكننا نشربو عصر البرتقال عصر الليمون عصر الفواكه عصر الخضر اما بالنسبة للسوائل الساخنة نشربو الحليب سخون مع فليو مع سكنجبير مع الزعتر نديرو شربات ساخنة كذلك في الليل هي مفيدة للصحة وايضا غادي تحمينا من المرض مراقبة افراد العائلة ضروري خصك تبقى مراقب العائلة ديالك الوليدات الناس اللي محيطين بك وتشوفوا شكاين عليهم شي تغير وتاخد الاجراعات ديالك وتعلم حتى المستشفى بهاد الحالة هادو ارتداء الكمامات والقفازات عند انتشار المرض اذا انتشار المرض لقدر الله خصك الكمامات والقفازات ديالك يكونوا معك دائما جمع يديك عندك ما تبقاش دائما كتقاس في هادي وفي هادي وفي هادي من يتمشي الاماكين العمومية حاول ما امكان ما تقيس تف حاجة وما تقيش حتى فراسك حتى تغسلي يديك مزيان بالماء والصابون وراه ما كانش محسن بالماء والصابون نحاولوا ما امكان نرفعوه ولا المناعة ديالنا نقويوها نقويوها باش نقويوها بناكلوا التومة ناكلوا البصلة ناكلوا الفواكه الجفة وكي قلنا نبعدوه على المواد الحافظة والاغذية اللي هي مقلية يعني نبعدوه على المقليات لان هاتش كله كي ضعفنا المناعة ديالنا اذا كنت مراد خليك في الدار ما تخرش نهائيا ماشي حيت غادي حيت انتا فيك العدوى ولا حيت مراد لا لانك انتا عندك المناعة قليلة فاش كان مرضو بالسوكام ولا بالسعال ولا بأي مرض المناعة ديالنا كتقلال وكتكون عرضة انك تصاب بهذا المرض اكتر من اي شخص ودليل على ذلك هو ان اغلب الوافعيات ديال الناس اللي تصابوا بفيروس كورونا كانوا ناس اللي عندهم المناعة قليلة شكرا على تتبع هاد الفيديو وتنتمنى انه يكون مفيد جدا بالنسبة للناس اللي ما كانش عندهم فكرة على هاد المرض وان شاء الله نشوفكم على خير ونشوفكم في موضوع جديد وفيديو جديد كانت معاكم منار شكرا مع السلامة اشتركوا في القناة